موسيقى مساء الخير ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد نبدأ أولى ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة عكاذ التي تناولت تأكيد مؤسسة النقد العربي السعودي بأنها تنسق مع وزارة العمل وتنمية الاجتماعية بما يكفل مبدأ السرية المصرفية فيما يتعلق بمرنامج حساب المواطن وأوضحت أن الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء لا يكون إلا بإقرار من العميل أو بأمر قضائي في حين أشارت صحيفة المدينة إلى توقعات المختصين بأن يسهم حساب المواطن في القضاء على التستر التجاري والأنشطة المهمية وبيع التأشيرات والسجلات التجارية العشوائية ولمناقشة أبرز الملفات الصحفية لهذا اليوم مرحب بضيفي من الدمام الصحفي فالح الصغير حياك الله يا فالح وسعيدين بتواجدك معنا وانا سعيد كذلك حياكم الله كذلك ينضم معي من المدينة المنورة حسن الناجراني المشرف العام على مكتب صحيفة عكاذ حياك الله يا حسن وسعيدين بتواجدك معنا حياك الله وفرس سعيدين مرة أخرى ألتقي في رحاب هذا البنضاوج الجميل كما رحب بضيفك العزيز جميل طيب خليني مباشرة أبدأ مع فالح في الدمام كيف وجدت متابعة الصحف للإقبال الكبير على برنامج حساب المواطن قبل قليل شفت تغريدة بأن عدد المسجلين تقريبا وصل إلى مليونين مستخدم تعليق هذا يدل على أن حساب المواطن سيكون إن شاء الله فاتحة خير للمواطنين والمهم أن هؤلاء الذين سجلوا أكثر من مليوني شخص هم يعرفون جيدا ما هو حساب المواطن وكيفية التعامل معه ونلاحظ أن هناك متابعة وهذه المفروض ومنطقي أنه متابعة الصحف لتطورات الإقبال على حساب المواطن من حيث الخبر من حيث العنوان من حيث المضمون واستخدام أيضا الصورة وهذا مهم والمهم أيضا كذلك أنه إعطاء المواطن معلومات أكثر وأكثر عن حساب المواطن لأنه هناك من يسجل ولا يعلم ما هي تفاصيل الحساب فالصحف عليها دور أن تكون تطلع المواطن مدام الآن في زخم أو في ذروة المتابعة الإعلامية لحساب المواطن من خلال ما ينشر في الصحف ومن خلال الأرقام المتصاعدة لعدد المسجلين في حساب المواطن وهو يعطي دلالة كذلك أكيدة على أهمية هذا الحساب وهناك من طرح وتداول موضوع كشف الحساب لم يكن واضحا لكن بيان مؤسسة النقد كان مؤكدا على أنه هناك سرية لحساب المواطن وليس كل من يفتح العساب ويعرف التفاصيل جميل وفي هذه القضية لا بد من انتشار تأثيرها حتى يفهم أن حساب المواطن هو لصالح المواطن وكيفية التعامل معه وكيفية الدخول في الحساب وما إلى ذلك من الأسئلة التي تبقى معلقة لكن الآن بدأت تتضح وبدأ الوعي فهم جميل وضحت الصورة يا فالح خليني مباشرة نروح الحسن في المدينة المنورة نتحدث تقريبا عن مليونين طلب تسجيل بحساب المواطن من وجهة نظر صحفية في رأيك على ما يدل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم فيما يخص حساب المواطن هو أتى بعد ما أعلنت المملكة توجهاتها بخصوص رفع الدعم على الكهرباء والبنزين وغيرها من مشتقات البترول لذلك المواطن بدوره بادر إلى تسجيل في حساب المواطن ومحاولة رأب أو الفجوة التي ستكون ما بين صرفية سابقا والصرفية لاحقا لذلك أرى أن حساب المواطن تعاملت معه الصحف نوعا ما تدخلت وسائل التواصل الاجتماعي وهي التي سيطرت على المشهد العام والتي انجرت خلفها الصحف والمؤسسات في محاولات التوضيح وأيضا في محاولات تصميم الموشن غرافيكس والإنفوغرافيكس وغيرها من الوسائل بإضافة الاستخدامات تويتر لذلك أرى في هذا السياق أن حساب المواطن وهذا التسجيل الكبير الذي يأتي من خلاله هو أتى من خلال الحملة التي حدثت في السوشال ميديا بالإضافة إلى توجهات المملكة وأيضا الدورة التي قامت بصحف في هذا السياق طيب حسن تعليقك على ما شرت إليه صحيفة عكاب حول تأكيد مؤسسة النقد العربي السعودي على السرية المصرفية فيما يتعلق بمرنامج المواطن هذه المشكلة بدأت قبل إطلاق التسجيل في حساب المواطن وذلك من خلال تلك الحسابات الوهمية التي طلبت من كثير من الناس التسجيل من خلال الروابط الوهمية في هذا السياق قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحملات تحذيرية سواء من خلال المتحدث الرسمي الزميل خالد أبو الخيل أو من خلال التحذيرات المتداولة دخلت سامة في الموضوع وهذا يحسب للعلاقات العام والإعلام في النقد السعودي والتي أتت مطمئنة لما تحدثت عنه سابقا وزارة العمل وقامت بإشاعة الطمأنين لدى المواطن بأن جميع حساباته ستكون سرية ستكون ولن تفصح إلا من قبل جهات رسمية وتحت بنود معينة لذلك أرى أنه التحرك سامة هو يأتي إكمالا للدور الذي قامت به وزارة العمل وأيضا يحسب لهم التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي وعدم منح الشائعات وغيرها فرصة للظهور والتأثير على التسجيل في هذا البرنامج جميل حسن إذا نغلق هذا الملف ولنتقل الآن إلى ثاني ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة عكاذ بعنوان شبهة فساد تلاحق جامعة كبرى بعد فبركت نتائج مفاضلة تعيين على وظيفة معيد حيث علمت عكاذ من مصادر موثوق بها أن إحدى كبرى الجامعات السعودية فتحت تحقيقا حول شبهة تورط أحد الأقسام الجامعية في تدليس نتائج اختبار تحريري للمفاضلة على وظيفة معيد وبعد ترشيح القسم المعني لأربعة جامعيين في التصفية النهائية من بين أكثر من ألف وسبعمائة متقدم تمت عملية الترشيح النهائي للوظيفة بناء على إضافة اختبار تحريري وهو ما يعد مخالفة للائحة التي تنص على اشتراط تقييم المفاضلة بناء على المقابلة الشخصية والمعدل التراكمي فقط أعود لك حسن انفردت عكاظ بما أن الخبر عندكم اليوم بنشر تفاصيل شبهة فساد تلاحق جامعة كبرى كيف وجدت هذا الانفراد في هذه المادة؟ هل يسجل سبقا صحفيا لكم؟ أعتقد أن هذه السجلة سبقا صحفيا وحرفية من جانب الزميل خالد طاشكندي وهو نائب رئيس تحرير الاشر الكتروني بصحيفة عكاظ نحن نفتقد مثل هذه التحقيقات وعرض مثل هذه الأمور أي قضية سواء كانت تتعلق بجامعة أو بأي مؤسسة أخرى ربما الجديد في هذه التحقيق الذي لفت نظري أنه أتى مخالد للتوقعات والدليل أن عندما تواصلت عكاظ مع عميد الكلية المعنية تحدث مبدئيا أن هناك بعض المتقدمين يقومون بالشكوى والتظلم وهذا غير صحيح ليخبره للصحفي بأن القضية لا تتعلق بشكوى من المتقدمين وإنما مستندات حصلت عليها الصحيفة من إحدى الجهات داخل الكلية وهذا ما أسقط في يد عميد الكلية وأصبح في موقف أنا أرى أنه لا يحسد عليه والدليل أنه استقبل الأسئلة من عكاظ وحتى ساعة النشر لم يتفاعل مع القضية لذلك أرى أن القضية من خلال الوثائق ومن خلال ما قدم من عمل مهني محترف قدمه الزميل خاطاش كاندي بالإضافة إلى الفرد الذي منحته عكاظ لهذه الصفحة دعم هذه القضية وأبرزها كقضية أتوقع أنها ستأخذ بعدا آخر في الأيام القادمة جميل حسن الآن ينضم معي على الهاتف خالد طاشكندي مساعد رئيس التحرير بصحيفة عكاظ وأيضا محرر هذا الخبر حياة كالله خالد وسعيدين بتواجدك معنا نحن سعيدا آل سعيد طيب خالد يعني مثل هذه القضايا يعني متابعتها متعبة نوعا ما صحفيا سؤالي الآن حدثنا عن الخيط الأول اللي قادك لكشف ملابسات هذه القضية الخيط الأول حقيقة يعني كثير من التفاصيل لا ستطيع أن أخذ فيها ولكن من داخل الجامعة من داخل الجامعة أتت بعض الشبهات حول إعطاء اختبار تحريري لمفاضلة تعيين معيد في إحدى الأقسام في إحدى الكليات يبدو أن أحد الموظفين أشتبه في هذه المسألة وأستقفى من طرفه الشخصين التواصل مع الطلاب وسألهم أنتم هل أخذتم اختبار تحريري فتفاجأوا وقالوا أننا لا لدينا أي اختبار تحريري واكتفى بذلك بعد كذا الشبهات هذه وتواصل معنا أعتقد سأل بعض وقالوا له الأخوان في عكابة ممكن يغطو لك هذه القضية وفي شخص ربما متخصص أو له علاقة بطروحات عن الجامعات وتواصل معي ثم من هنا انطلقت لأقوم باستخفاء القضية والصغرة قد حوالي 45 يوم تقريبا 45 يوم؟ نعم والله ما شاء الله عندك نفس طويلة خالد حقيقة أنا لا أحب أن أظلم أحد ولذلك تواصلت مع عدد كبير جدا من أعضاء هذه التدريس من أعضاء اللجنة نفسها التي تشكلت لتعيين معيد وراجعت الأنظمة والقوانين للتعيين عشان ما يكون فيه خلل في مادته نعم هذا مجال تخصصي أيضا أشياء لم تقحم أنا تواصلت مع عمادة الدراسات العليا وهي المختصة في التعيين ولكن آخر شيء وتواصلت مع عميد الدراسات العليا وعدني أنه سيجري تحقيق طوري أعطيتهم مهلة أسبوعي طوني إجابات بصراحة أنت حميت نفسك والدليل وجود تسجيلات صوتية أنتو نشرتوها في المادة عندي نشرت جزء منها عندي عدد كبير جدا من التسجيلات الصوتية هذا أولا ثانيا عندي عدد آخر من الوثائق لا أستطيع أن نشرها جميعا لأنه عددها كبير جدا معلومات الطلاب والاختبارات وما تنص عليه المواد لأنه لا يوجد في مفاضلة ذلك القسم في تلك الكلية أي اختبار تحريري وإنما ينص أو تنص اللوائح المسجلة لدى عمادة الدراسات العليا في تلك الجامعة على إعطاء فقط مقابلة شخصية والاحتمال على المعدد التراكلي بصراحة قبعة الاحترام التقدير لك يا خالد 45 يوم على عمل مثل هذا التحقيق الاستقصائي شكرا جزيلا لك خالد طاشقندي مساعد رئيس تحرير بصحيفة عكاظ ومحرر هذا الخبر الذي نتحدث ونتناقش فيها الآن شكرا لك يا خالد أعود لك حسن إذا تسمعني الآن حسن 45 يوم لعمل تحقيق استقصائي يعني مثل نوعية هذه المواد الصحفية قليلة جدا في صحفتنا دعني أتحدث عن التكنيك الخاص أو الآليات الخاصة بهذه التحقيقات ميزتها وربما عدم ميزتها مثل هذه التحقيقات أولا يجب أن تكون مادة خاصة لديك بحيث لا يمكن الوصول لأي صحيفة أخرى ويكون المصدر الذي يزودك بهذه المعلومات يتعهد لك صحف بهذه المعلومات فقط هي لك صحيفة النقطة الثانية في حالة وجود هذه التعاهدات وحسن عادل الوثائق أتوقع من شهر إلى خمسة وربع يوم أتوقع أنها فترة عادلة في محاولة سبر أغوار هذه القضية لا سيما أنها تتعلق بحقوق ووظيفة بسمعة جامعة بأمور مالية بأمور تعيين بوساطات بغيرها لذلك أرى كأنك تمشي في مزرعة من الألغام التي في أي لحظة ممكن أن تخطئ في تصريح ما أو تخطئ في معلومة ما وبالتالي أغلب الجهات عندما تجد هذا الخط أو هذا الخيط البسيط في الخطة تقوم بقلب الطاولة عليك صحفي وتكون في موقف حرج أنت وصحيفتك لذلك أرى أن هذا التحقيق كان يستحق هذه الفترة الطويلة أيضا من زود للزميل خارج بالوثاقة أعتقد أنه كان فعلا صادقا لذلك خرج هذا التحقيق بالاحترافية جميل خلينا نروح الفالح الصغير فالح حتى أعطيك ملخص بسيط لمدار قبل قليل يعني كنا نتحدث مع محرر الخبر الذي نشر في صحيفة عكاظ عن شبهة فساد تلاحق جامعة كبرى بسبب تعيينها لوظيفة معيد كان معنا خالد طاشقندي حرر هذا الخبر تحدث عن هذا الموضوع وأنه مكث تقريبا 45 يوم لعمل هذا العمل المتميز الاستقصائي خاصة مثل هذه الأعمال لا نشاهدها في صحفتنا عمل متكامل حما نفسه قانونيا حما جريدة كذلك قانونيا من خلال هذا التقصي تعليقك يا فالح أولا هذا العمل الصحفي هو خبط صحفية في رأيي وفي رأيك وفي رأيي لأي إعلامي متمكن والاستقصاء في صحفتنا كما ذكرت أخي العزيز أنه شبه نادر الآن تعاني صحفتنا وحتى الصحافة العربية عموما من قلة الأعمال الاستقصائية والأعمال الميدانية للصحافة العمل الميداني هو ثروة للصحافة والعمل الاستقصائي أيضا ثروة لا أقول أنه مع الدوم نهاية ليس هناك عمل ميداني هناك موجود العمل الميداني لكنه ليس بالقدر الكافي طبعا العمل الاستقصائي قل بكثير من العمل الميداني في صحافتنا وفي الصحافة العربية عموما وإبراز هذا الخبر ويسجل لصالح صحيفة عكاظ ولصالح الأخ طاشكندي الذي عمل جهدا كبيرا واستمر لأكثر من 45 يوما فهذا من الأعمال الصحفية التي تعطي للصحيفة والعكاظ قوة دفع في توزيعها في انتشارها في تأثيرها على المتلقي ولا ننسى أيضا أنه هذه الأعمال يجب أن لا تتوقف عند كشفها فقط وإنما متابعتها وإذا كان فساد سواء في جامعة كبرى أو جامعة صغرى وهذه مشكلة وهذه قضية حقيقة لا يجب السكوت عليها لأن هذه جامعة معروف مكان تعليم ما هي الجامعة أن تكون قدوة وليست منطقة أو لفساد معين مثل هذا الذي حدث وضحة الصورة فالح يعطيك العافية إذن نغلق هذا الملف وننتقل إلى ثالث ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة الرياض حمل عنوان التحقيق في سندات تنفيذية بسبعة مليارات ومئة وخمسين مليون ريال حيث أوقفت محكمة التنفيذ في محافظة جدة تنفيذ شيكين بسبعة مليارات ومئة وخمسين مليون ريال سعودي وهي الأعلى قيمة لطلب تنفيذي منذ إنشاء محاكم التنفيذ وذكرت أن هيئة التحقيق والإدعاء العام خلال الأيام المقبلة تبدأ في فتح إجراءات التحقيق في ملفي قضية الشيكات بعد تسليمها للهيئة من قبل محكمة التنفيذ ومحكمة جدة العامة حيث سيتم مثول المتهمين أمام المدعي العام لسماع أقوالهم حسن في المدينة رأيك في متابعة صحيفة الرياض لملف إقاف محكمة التنفيذ في محافظة جدة لتنفيذ شيكين بسبعة مليارات ومئة وخمسين مليون ريال سعودي أولا هو أعتقد أن هذا الخبر أو هذه المتابعة من صحيفة الرياض تدل على حضورها في المنطقة الغربية وعدم ركونية فقط في المنطقة الوسطى وتحسب للزميل الهلالي أعتقد أن هذا الشيكين صراحة هي مبالغ جدا كبيرة وجدا هائلة وننتظر تلك التحقيقات وماذا ستسفر عنها هنا أيضا يأتي دور الصحافة في متابعة هذا القضية ومتابعة المبالغ هذه من أين أتت وكيف أتت ومن هم المشاركون في هذه الشيكات ما هي هل هم مستفيدون رقم واحد رقم ثلاثة بالإضافة إلى محاولة تسبر هذه القضية والوصول إلى معلومات أوفة في هذا الجانب هذا المبلغ الهائل وهذا المبلغ الكبير أعتقد أنه كما أسلفت الصحيفة أنه يأتي ضمن أكبر المبالغ منذ قيام المحاكمة التنفيذية وأتوقع الأيام القادمة ستكون حبلة بالكثير من المفاجآت حول هذه الصفقة الكبرى وحول هذه المبالغ المالية الكبرى وستظهر كثير من المعلومات حول هذا المبلغ الكبير ممتاز حسن يعطيك العافية إذن أتوقع أنه سيكون في متابعة صحفية أيضا في الأيام القادمة من قبل صحيفة الرياض لنشرت هذه المادة التي تفردت بها صحيفة الرياض يعني مادة موجودة في جدة لكن الرياض تميزت بطرحها أروح الفالح في الدمام فالح كيف وجدت السرد الصحفي لتفاصيل القضية؟ هو طبعا هذا لصحيفة الرياض أنها تنتقل أيضا تعمل في أو تتابع قضية في المنطقة الغربية وهذا سيثير الصحف في المنطقة الغربية أنه يجب أن يتابع هذه القضية لأن هذه مبالغ كبيرة جدا ومهمة جدا ماذا عن هذه المبالغ؟ الموضوع لا ينتهي هنا عند طرح القضية وإنما أتوقع أن هناك متابعة حتى من صحف أخرى إضافة إلى صحيفة الرياض وهتمام صحيفة الرياض بهذا هو لها رصيد لها وللمتابعة وللعنوان وللمضمون وللإخراج أهمية دور في إبراز الخبر أو القضية إذا كان الخبر أو القضية أو المادة الصحفية عموما إذا لم تخدم بعنوان يكون له تأثير على المتلقي على القارئ يضيع هذا القضية ورحة الصورة فالحي أتك العافية إذن نغلق هذا الملف وننتقل إلى رابع ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة المدينة الذي تناول إلزام الوزراء والقضاء بإقرار الذنب المالية أشارت فيه إلى أن مجلس الشورى يحسم قريبا مقترح مشروع نظام الكسب غير المشروع والذي تجري دراسته بشكل موسع ومتعمق ويقضي المشروع بإلزام الوزراء ومن في حكمهم وشاغل المرتبة المنتازة وأمناء المناطق والسفراء وموظفي الدولة من شاغل المرتبة الثالثة عشر فما فوق وشاغل الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق بتقديم إقرار الذنب المالي حسن ما تعليقك على هذا المقترح وكيف وجدت تغطية صحيفة المدينة لهذا الموضوع أعتقد أن المدينة أفرجت عمل مميز لهذا التقرير الصحفي وانعكس على الصفحة الأولى من خلال فرد بعض الكلمات الدلالية التي تبرز أهمية هذا الخبر وإظهار وعطاء وحقه من الظهور أعتقد هذا الخبر أو هذا المناقشة تأتي في وقت يطالب فيه كثير من الناس موضوع إبرازة الشفافية الإبرازة الشفافية ومحاولة فعلا عندما يدخل الموظف كم هي أمواله وعندما يخرج ما هي المكتسبات روح الفالح في الدمان بشكل موجز يعني برأيك سيسهم هذا المقترح في حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها أيضا استثمارها لصالح الموظف والله هذا المقترح يحتاج إلى وقت أطول أخوي سعد هذا عمل جيد عمل صحفي متمكن يحتاج كما نوضح دائما عملية متابعة وللكل إبراء الذمة وهذا كما هو واضح إبراء الذمة ولصالح كل الأطراف ولصالح الوطن ولحد الكبير من عملية الفساد الصحفي فالح الصغير من الدمام شكرا جزيلا لك كذلك شكرا لضيفنا من المدينة المنورة حسن النجراني المشرف العام على مكتب صحيفة عكاظ شكرا يا حسن شكرا لكم لضيفة الكريمة الآن مشاهدين الكرام مع رسوم الكاريكاتير ثم نعود إليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر